التغيير الديمغرافي في العراق يسير وفق تخطيط ورعاية إيرانية ضمن برامج الحكومات المتعاقبة وصطوة الميليشيات المتنفذة منذ احتلال العراق سنة 2003 وظهر جلياً في الموصل وصلاح الدين وديالا وبغداد التي كان لها النصيب الأكبر لاسيما حزامها الذي يعاني تجدد العمليات العسكرية والاعتقالات تارة وتجريف الأراضي الزراعية بذريعة الإرهاب تارة أخرى ثم اكتملت أركان جريمة التغيير الديمغرافي بحجة إقامة المشاريع الاستثمارية والمدن السكانية صور التغيير الديمغرافي في حزام بغداد تمثلت بطرد مئات العوائل من مزارعها وبيوتها تحت ذريعة إنشاء سور بغداد الأمني وتم تجريف ما لا يقل عن سبعة آلاف دنم زراعي وبساتين ومزارع بمناطق أبو غريب والرضوانية وصدر اليوسفية والطارمية ومناطق أخرى بينما فسخت عقود زراعية لمائتين وثمانية وثمانين مزارعاً من أهل اللطيفية بحجة التدقيق الأمني والإرهاب ثم وزعت تلك الأراضي الزراعية لأشخاص آخرين فيما اعتبرى نحو أربعة آلاف دنم زراعي غرب مطار بغداد منطقة عسكرية وتم طرد الفلاحين والمزارعين منها فضلاً عن الاعتقالات التي نفذت في تلك المناطق تمهيداً لتهجيرهم وفي عام 2020 صادرت وزارة الدفاع الحالية أكثر من خمسة عشر ألف دنم زراعي وشردت نحو الفي عائلة من الجنابيين والإدليم والعبيد بعد قرار توزيعها على الضباط والمنتسبين وترضي أهالي منطقة البكرية بعد قرار توزيع المنطقة على ضباط ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب فضلاً عن الكثير من المشاريع الاستثمارية والسكانية التي تخفي خلفها وجهاً آخر للتغيير الديمغرافي واستبدال سكان المدن والأرياف الأصليين بغيرهم قائمة الحجج والأساليب لتهجير أهالي مناطق حزام بغداد تطول ولا تقصر وتتجدد كل يوم في صورة واضحة لجرائم التغيير الديمغرافي القائم على أسس طائفية برعاية حكومية وإرادة سياسية ميليشياوية لصالح أجندات إيرانية